برضو من الأسئلة الإجبارية هل السلام صعب على الناس إلى هذه الدرجة؟ ونحن نطالب الناس بسلام رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وده صعب على البشر؟ ولهو بيبقى سهل على البشر لما يكون لجنس ويبقى صعب على البشر لما يكون لجنس تاني ده سؤال مقرع على فكرة ده سؤال يعني في الاختبار الإنساني اللي احنا فيه ده ده سؤال إجباري على فكرة من السؤال الاختياري ولذلك كل الأقلاء كل الناس الشرفاء كل الناس الطيبين اللي عندهم أخلاق في العالم كله رفضين ده ولذلك إيه اللي حاصل؟ السؤال اللي بعد كده وده سؤال مقرر برضه هو سؤال هو الناس عايزين إمن البشر الناس لهذه الدرجة الإنسان عندهم رخيص إحنا عايزين نسأل الناس عن الإنسان رخيص لهذه الدرجة الإنسان ليس له حقوق أنا هنا فهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه قال لنا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم زارة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين كانوا قبلكم أنا شايف إن هذا التنافس على لعاهة الدنيا تجعل الناس تسفك دماء بعضها ما عايز أقولكم حاجة إن المساعدات لإخواننا في غزة إحنا نرى فرض علينا نرى فرض علينا لإن إحنا في الحقيقة ما بنساعدهمش إحنا بنساعد نفسنا بنساعد نفسنا عشان نفضل بناء أدمين وعشان كده بقول لكم أيه أنا فرحان إن أنا من أهل هذه البلد أنا كلما ببص حوالي كده أحس إن مصر دي نعمة بس في نفس الوقت برضو من النعمة اللي في أرض مصر دي عشان اختلاف مكوناتها الحكمة فيها نعمة الحكمة إن أنت تبقى حكيم واعي لكل حاجة ما حد يش يتحك عليك ولا يجرك لأي حاجة لكن تبقى عارف أنت بتعمل إيه الله سبحانه وتعالى قال وَمَا يُؤْتَى الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مَا يُؤْتَى الْحِمَةِ مَا يُؤْتَى الْحِمَةِ